شارك سمو الشيخ عيسى بن عبدالله بن حمد آل خليفة نجل سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى في التجارب الحرة والتأهلية لسباق الخليج للتحمل جي تي 12 ساعة والذي ستقام منافساته الرسمية على مضمار حلبة البحرين الدولية موطن رياضة السيارات في الشرق الأوسط وشهدت حلبة البحرين الدولية قيادة سمو الشيخ عيسى بن عبدالله بن حمد آل خليفة لفريق تو سيسز موتورز سبورتز في التجارب الحرة والتأهلية حيث حقق الفريق نتائج متقدمة في التجارب الحرة والتأهلية وسيكون أول المنطلقين في السباق الرسمي وسيكون الفريق بقيادة سموه على موعدا في سباق التحمل الخليجي في نسخته الأولى غدا وفي هذا الصدد أكد سمو الشيخ عيسى بن عبدالله بن حمد آل خليفة أن احتضان مملكة البحرين لسباق الخليج للتحمل جي تي 12 ساعة امتداد لسلسلة النجاحات التي حققتها المملكة في الفترة الماضية من خلال احتضانها لمختلف فعاليات السيارات حتى أصبحت المملكة موطنا لرياضة السيارات في الشرق الأوسط وأوضح سموه أن الإثارة كانت حاضرة في التجارب الحرة والتأهلية وهو مؤشر بأن السباق الرسمي سيكون أكثر إثارة وذا طابع تنافسي كبير بين كافة المشاركين من الدول الخليجية مبينا سموه أن الفريق سيسعى لتحقيق أفضل النتائج والصعود على منصة التتويج في ظل الإمكانيات العالية التي يمتلكها الفريق وعطفا على حصول الفريق على النتائج المتقدمة في التجارب الحرة والتأهلية وأشار سموه إلى أن الفريق وقف على جاهزيته الكاملة خلال تجارب الحرة والتأهلية اليوم من خلال حصد الأرقام المتميزة وسيكون ذلك دافعا كبيرا لمواصلة التألق في السباق الرسمي غدا السبت وتمن ينسموه كل التوفيق ونجاح للفريق